أسأل الله أن يجعل فيه النفعة والصالحة للجميع اللهم أمين حابب النهاردة في أول حلقات الموسم الثاني أبدأ بخلق ربما ضاعة من كثيرين خلق إحنا فاهمينه غلط خلق بنخلط بينه وبين تعاليم الدين غلط إيه الخلق ده الخلق ده لو مش فيك ما تبقاش مكتمل للإيمان ركز في الكلام ده كويس قوي لو أنت أو أنت الخلق ده مش في نفسك ما تبقاش مكتمل للإيمان الخلق ده لنفسك وللناس الخلق ده ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه في أسماء الحسنة بهذا الاسم علشان يوريك أهمية هذا الخلق إحنا في الإسلام ما عندناش واحد يتهان ولا واحد يتدس على كرمته ولا واحد يتقلل من شأنه ولا واحد يتضرب على خده اليمين فيضير خده الشمال ولا واحدة تتهان وتسكت وتقول علشان عشتي أبدا ما عندناش في الإسلام الكلام ده خالص الإسلام وبتحقوق الإنسان النهاردة مصدقنا وقولك إيه زاوي الاحتياجات الخاصة لا ما اسمومش عندنا زاوي الاحتياجات الخاصة في الإسلام لا ده اسمهم زاوي الهمم اسمهم من نرزق بهم اسمهم من نحفظ بهم اسمهم من يستجيب الله الدعاء بهم الخلق ده اللي يوريك قدي إنت لك قدر في الإسلام كفاية عليكم كده علشان اشتأتم بما فيه الكفاية احنا النهاردة على موعد مع خلق العزة والكرامة عزة النفسي والكرامة وخد بالك أعظم أنواع العزة وأعظم أنواع الكرامة تلاقيها في الإسلام والمين لأهل الإيمان احنا في الإسلام لا نعرف نبوس إيد ولا نعرف نبوس رجل ولا نعرف نطبل زا ما بيقوله ولا نعرف ننافق ولا نعرف نمسح جوخ ولا نعرف نتملك ولا نعرف نشتغل جواسيس أبداً احنا عندنا الإسلام كل واحد في الدنيا يساوي عند الله سبحانه وتعالى بقيمة حرمة أشد من الكعبة ثلاث مرات أشد من حرمة الكعبة ثلاث مرات علشان كده ربنا في القرآن الكريم بيقول إيه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يعني إيه الكلام ده يا رب؟ يعني أنا راجل مسلم أو راجل ملتزم زي ما بيقوله عليه أو شيخ يوهان ويسكت يبقى مهوش عزيز ما اسمهاش مسمحة كلام ده غلط السماح ده غلط ما فيش حاجة اسمها سماح السماح لما تاخد حقك لإني قبل ما تاخد حقك يبقى اسمه إيه؟ عجز يبقى اسمه إيه؟ عجز والنبي قال إن الله يلوم على العجز زوج رمى زوجته بالزنة يجي بوش دبخة ويقول عف الله عما سلفنه له لا تيجي قدام الناس وتكذب نفسك والإسلام يديك حد القذف وبعدين هي تسمحك أو ما تسمحكش شوف الجمال بتاع الإسلام شوف عظمة الإسلام ما عاد ذلك بعجز خد بالك العزة في الإسلام لا بالنسب ولا بفلوس ولا بمنظر خدوا بالكم ولا بجاه ولا بمنصب العزة في الإسلام بقيمة الإنسان تخيل بقى سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وارضاه سيدنا بلال كان أصمر اللون فلما سيدنا أبو بكر أعتكوا سيدنا عمر يقول إيه أبو بكر سيدنا وأعتك سيدنا يا الله شوفوا الجمال أبو ذر بيهزر مع سيدنا بلال بيهزره زي ما احنا بنهزر زي الشباب ما بتهزر ويا ويهل الشباب اللي بيهزر طبعا بس هم كانوا ناس مؤدبة محترمة ما كانوا زي حالتنا يا ابن كذا ويا ابن كذا وده من أكبر الكبائر النبي محمد قال بعد ما تصلوا عليه إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه كل ده على سبيل الهزار على سبيل الأم صحاب على سبيل أصليحنا حبايب يا عم الشيخ أصليح ده الأنتيم أو ده الأنتيم بتاعتي شفت المصيبة قد إيه فسيدنا أبو ذر بيهزر مع مين؟ مع سيدنا بلال فقال له إيه؟ يا ابن السوداء صح ولا غلط؟ صح ما هو أصمر وأمه صمرة إيه المشكلة؟ فسيدنا النبي قاعد بعد ما تصلوا عليه قال أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية يا الله شوف الكلمة أنت بتحيره بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية يجي أعظم اعتذار في التاريخ لبيان رسمي بقى ولا اعتذار وفد رفيع المستوى ولا لا أعظم اعتذار عرفه التاريخ سيدنا أبو ذر يروح على باب المسجد وينام يحط خده على الأرض ويقسم أن لا يرفع خده من على الأرض إلا إذا جاء سيدنا بلال ووطأ يعني ده يسعى الخد برجله بنعله عشان يتعلم الأدب عشان كلمة النبي قال هالو أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية تخيالوا كده؟ يا الله سيدنا بلال قال لا يمكن ما أدرش إزاي أدوس على وجه يسجد بينه دي الله سبحانه وتعالى شفتوا الأدب عشان كده من أسماء ربنا إيه؟ العزيز يعني إيه؟ يعني الغالب الذي لا يقهر صاحب السلطان الذي لا ينازع في سلطانه وصاحب الملك الذي لا يسلب منه ملكه سبحانه يعطي ويمنع يرفع ويضع يزل ويعز سبحانه وتعالى ما تجمعش المضادات دي إلا لله العطاء والمنع لله بس العز والمذلة بيد الله بس خد بالك السلب والعطاء بيد الله سبحانه وتعالى بس عشان كده أسمع ربنا بقوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا جمال